مرحبا أسبوع كامل أنا والبلاي ستشن 5 ماذا رأيي فيها؟ ماذا أعجبني؟ ماذا أعجبني؟ ماذا أعجبني؟ هل أنت لازم تشتريها؟ أو لم تشتريها؟ إذا يهمك الأمر أخليك بالفيديو و أخبرك الكثير من المهم في هذا الفيديو أريد أن أتحدث عن الهاتسات الريموت والإطارات والفريم للبلاي ستشن 5 مثل ما صرتوا كلكم تعرفوا أن الفريم للبلاي ستشن 5 في مئة وعشرين يعني مئة وعشرين إطار بالسنة يعني سلاسة اللاب ستكون مش طبيعية هل أنا استفدت من المئة وعشرين فريم فريم لا لماذا؟ للأسف لا يدعم هذا الشيء و ليس فقط معظم التفيديوات اللي بسوء نفس الشيء قلت يا صبي عادي أصلا لازمك سكرين لتبع الجايمين ستفتش على شاشات مئة وعربة وعربين هيردز لقيت كثير لكن للأسف معظمهم ما بيشتغلوا على بلاي ستاشن 5 فانتبه قبل ما تتسرى وتروح تشتري شاشة لما يقل لك صاحب المحل انه هاي ده مئة وعربة وعربين هيردز وبتشغل مئة وعشرين موحة بس مش درورة تكونها بتشتغل على بلاي ستاشن 5 لما أقول تشتغل ما أصدي انه تدور ما أكيد حتدور أنا أصدي انه تعطيك المئة وعشرين إطار بالسنية فمعظم الشاشات لا تشتغلوا على بلاي ستاشن 5 فش السبب هناك غموض بالموضوع ما كثير يعني حاولت أنا بحثت بالموضوع ليس كثير مفهوم بس يعني أكثر حكي عم بقراءة انه الشاشات الجديدة لازم تكون بتدعم الـ HDMI جديد اللي هو 2.1 فمعظمهم ما بيدعم الـ 2.1 على كل حال هذه أول ميزة بالبلاي ستاشن 5 أنا ما استفدت منها تاني شيء تاني شيء بدي أحكيه هو الكنترولر هل أنا عجبتني الكنترولر الكنترولر رائعة جدا خاصة انه فيه أحكي منا هل أنا استفدت من الـ Adaptive Triggers لا لا عشان اللعبة اللي أنا بلعبة ما بتدعم الـ Adaptive Trigger ومعظم الألعاب اللي منلعبة ما بتدعم الـ Adaptive Triggers مين اللي بيدعم الـ Adaptive Triggers عندك ألعاب معينة بس اللي اللي هني ريليز على القليل بـ November أو December اللي حينعمل لهم ريليز فكل الألعاب اللي موجودة بالسوق ما بتدعم هيدا الشيء فهل أنا استفدت؟ لا وبالنسبة للـ Headset الـ Headset رائعة جدا وأحسن ميزي فيها أنه هي 3D وعشان كسموها Pulse 3D بس لما عم شغلي 3D أنا شخصيا عم ضيع ما عم بعرف عم بتدايق باللعب فيمكن عشان يمشي معود على هيدا النوع من الأصوات أو أنا دقة قديمة ما بعرف على كل حال للحقيقة كنت كتير متدايق ما عم بقدر ميز الأصوات عشان حاسس حالي بقلب السينما والباس اللي فيها عالي ممكن يكون فيه طريقة للتعديل فيها أنا بعدني مش عارف الموضوع بس الخلاصة أنه الصوت ديقني لدرجة أني طفت لـ 3D فأنا ما استفدت من 3D وشغلة تانية أنه المايكروفون ما بعرف ليش أصحابي عم يشكوا أنه صوتي مغير وصير للأسوأ هيدا هيك عم بيخبروني أنه صوتي مش مبسوطين في ما بعرف على كل حال فهيدا بالنسبة للهدسة هذا الشي عجبني كتير لكون صريح أنا كتير مبسوط بريموت خاصة أنه في كبسة النيتفليكس واليوتيوب يعني على السريع بتفتح بتكبس اللي بدك هي بتحضر على السريع بتنقل فيها هذا الشي عجبني كتير هل أنت ضروري تشيبوا يعني كمان مضروري أكيد فيك تستعمل الكنترولر لكن هيدا للسرعة أكتر هيدا الشي اللي هو التشارجر للكنترولر هيدا إذا أنت كنت بي صالون كتير كبير وانت بعيد عن التيفي أو بعيد عن البلاي ستيشن لا تشرش بسرعة لكن أنا صالون صغير فهيدا كمان ما استفت منه وللحقيقة بعدني ما استعملته على كل حال عادي شو الخلاصة من هالفيديو الخلاصة عن الفيديو أن البلاي ستيشن 5 معمولة مش لهلأ يعني إذا أنت بعد مشريتها ما تزعل البلاي ستيشن 5 معمولة على القليلة إلى 6 شهر بعد لقدام لحتى الألعاب كلها تصير تدعمها فما تتسرى خاصة أنه هلا الأسعار بالسوق ارتفعت بشكل جنوني فأنا رأيي قوع تفكر تشتري تدفع دولار زيادة لصاحب المحل تنطر لحتى الوكيل يرجع يجيب دفعة جديدة ويكون السعر السعر الرسمي وهو تقريبا 500-600 دولار محلات يبقوها بـ 1500 دولار قوعة تروح ديبة فعادة ما سيذهب عليك شيء حتى لو جبتها ما ستحسب فيها بالقليلة لحتى الألعاب كلها تدعم المييزات اللي فيها وحتى السوق يصير في قلبه شاشة بيحسسك بالفريمات تبقى البلاي ستيشن فما تزعل اذا بعدك ما شتريتها او ما تلاقي بالسوق ما تشتري بلاي ستيشن 5 انتور وهذا كان الفيديو اليوم حاول قدم فيه ان اختصر حتى ما سماكن صوتي بزيادة وبتمنى يكون عجبكم الفيديو باي